أهلاً 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 وسهلاً بحضراتكم طيب هو فيه أي حد في الدنيا أو تحديداً في مصر مصر بالتحديد والمنطقة العربية بشكل عام وأي عاقل بشكل أكثر عمومية مش عاوز الخير والاستقرار والهدوء والسلام للسودان بالتحديد هقولك ليه السودان بالنسبة لمصر بالتحديد لأنه العلاقة ما بين الشعبين العلاقة بتاعة التاريخ والعلاقة بتاعة المجتمعات العلاقة الشعبية سيبك من السياسة وسيبك من كل حاجة علاقة مصر والسودان علاقة شديدة الخصوصية شديدة الخصوصية يعني أنت في مصر لا تستطيع أن تفرق بين مصرياً وسودانياً بالكتير قوي إلا من اللهجة إذا بانت أصلاً ونفس القصة بالمناسبة المصريين طول الوقت هم الشعب الأحب المقرب إلى نفس الشعوب أو الشعب السوداني على اختلاف شرايحه الاجتماعي فعلى سبيل المثال اللي عايز أقوله لك أنه إحنا طول الوقت مصر والسودان ده مجتمع واحد شعب واحد تاريخ واحد بل هو دائماً مصير واحد وتجمعه دائماً وحدة المصير فلا يوجد بلد في الدنيا مصر حريصة على أمنه واستقراره قد السودان القصة مش متعلقة بأنها البعد الاستراتيجي المصري والحدود الجنوبية والشقيقة العربية والشقيقة الإفريقية المسألة بالنسبة لنا أكبر من كده بكتير ده واحد اتنين هل العالم أصلاً أو بالأدقة على أخذك على حتة العربية الأول هل المنطقة العربية أصلاً حمل أي توتر تاني؟ بالعكس ده اللي بيحصل خلال الكام سنة اللي فاتوا أنه أعين عمالين بنوحد الصف العربي وبنحاول نخلق استقرار داخل الدول العربية وبنحاول نخلق المزيد من الاستقرار والأمان والسلام والوحدة شعب واحد على أرض وحدة إلى آخره ده ده اللي عايزوا بالمناسبة الشعب العربي والحكام العرب وخلال يمكن تقريباً من 2014 وحتى هذه اللحظة هو جهد رئيسي لدى الشعوب العربية وحكامها من ناحية ومن ناحية تانية لدينا احنا هنا في مصر شفنا بعنينا قد كده كانت تحركات الرئيس وتصريحاته وملفاته صاحبة الأولوية الكبرى والقصوى تؤكد دائماً على نفس المفهوم ونفس المنظور استقرار ووحدة الشعوب على كامل أراضيها طول الوقت دعوة دائمة للسلام طالما تحدثنا أن الأولوية الكبرى سياسياً في السياسة الخارجية المصرية لفخامة الرئيس هي تصفير المشاكل في المنطقة بالكامل مش بس المشاكل اللي ممكن تكون متعلقة بينا احنا كدولة المنطقة بالكامل يجب أن تصفر مشاكل في البرنامج ده الموزيع يمكن طالما تحدث عن أنه قوتنا الحقيقية في وحدتنا العربية قوتنا السياسية في وحدتنا العربية قوتنا الاقتصادية في وحدتنا العربية قوتنا العسكرية في وحدتنا العربية جمعنا مع بعض نمتلك مجموعة من المقومات إذا اتحادنا في استقرار وهدوء وسلام وأمان ولا حد يعرف يقرب لنا وعلى هذا تجد أنه كل المنطقة العربية جمعة الدول العربية من ناحية هتلاقي الاتحاد الأفريقي من ناحية تانية حتى الأمم المتعدين كنت تبعته الحديث ما بين فخامة الرئيس وأنطونيو جويتريش شفتوا البيانات بتاعة الجامعة العربية الكل يحاول خلق استقرار وتهدئة في السودان المترجم للقناة